السلام عليكم ورحمة الله ستة أمور سهلة جدا تضمن بها دخول الجنة إن شاء الله هذا ليس كلامي كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الأمور ليست أعمالا ليست أعمال تتطلب جهد هي أمور بسيطة جدا هي ثقافة النبي عليه الصلاة والسلام يقول اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فهذا وحي من الله عز وجل أحبتي في الله والنبي صادق فيما يقول ستفاجأ أن هذه الأمور الستة كثير من الناس يعمل بها أو ببعضها ولا يدرك أنها هي الطريق إلى الجنة أول شيء قال عليه الصلاة والسلام أصدقوا إذا حدثتم أصدقوا إذا حدثتم الصدق طب الصدق هل هو عمل أم سلوك؟ سلوك يعني أنت حتى تكون صادق إذا سألك أحد عن معلومة معينة وأعطيته الإجابة الصحيحة هل هذا عمل؟ ليس بعمل هذا السلوك ثقافة بل إن الكذب يتطلب صرف طاقة إضافية في الدماغ على فكرة في دراسة علمية تحدثنا عنها أن الإنسان عندما يقول الصدق فإنه يعمل وفق النظام الافتراضي الذي يعمل عليه الدماغ أن الدماغ مبرمج على الصدق لا يصرف طاقة تذكر عندما تبدأ تفكر بالكذب فإن خلايا الدماغ تعمل بشكل أكبر بكثير وتحتاج لطاقة أكثر ومراكز كثيرة في الدماغ تشارك في هذا العمل لماذا؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يكذب يتطلب طاقة أكبر ليتمكن من حبك هذه الكذبة ليقنع الآخرين وبالتالي أنت عندما تصدق أنت تريح دماغك وتكسب ثقة الناس بك وتكسب حب الله لك لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فالصدق أخي الحبيب ينجيك من المهالك ومن الشر الصدق هو درجة من درجات مفاتيح الجنة يعني إذا كان لدينا ستة مفاتيح هذا مفتاح وأوفوا إذا وعدتم طيب الوفاء بالوعد هل هذا عمل هو السلوك أيضا لا يتطلب منك أي طاقة إذا التزمت مع إنسان أن تؤدي له عملا ما فإنك تصدق هذا الوعد إذا وعدت إنسان أن تزوره في يوم كذا الساعة كذا تصدق هذا الوعد وبالتالي القضية هنا لا تحتاج إلى أي جهد فقط هي قضية التزام وللأسف الغرب سبقنا في هذه الأمور ليس لأنه حريص على الآخرة وليس لأنه محب جدا للخير نرى ما يفعلونه في بلاد المسلمين من حروب ولكن أدركوا أن هذا السلوك هو الذي يكسبهم ثقة الناس ويعود عليهم بالفوائد المادية الكثيرة القضية الثالثة وَأَدُّوا إِذَا أَتُمِنتُمْ إِنْسَانِ إِنْسَانْ إِتَمَنَكَ السلوك هو السلوك وثقافة ومنهج حياة أن تؤدي الأمانات إلى أهلها كما أمرك الله سبحانه وتعالى طيب قبل أن نكمل الصفات الثلاثة التالية هذه الأعمال الثلاثة الصدق والوعد والأمانة هل تعلمون من يخل بهذه الصفات ماذا سمّه النبي عليه الصلاة والسلام سمّه منافقا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتُمِنَ خان دعونا نطبق هذه القاعدة اليوم علينا كم واحد سينجو من صفات النفاق الثلاثة يعني كم واحد في المجتمع من حولك إذا تحدث وجدته صادقا دائما لا يكذب وإذا وعد لا يخلف وإذا أتُمِنَ يؤدي الأمانة لا يخونك كم واحد يعني أن تفكر كل مجتمع طبعا فيه نسب متفاوتة ولكن أنا أعتقد أن الذي يلتزم بهذه الصفات الثلاثة تماما الالتزام قليل جدا وهذا منطقي لأن الله تبارك وتعالى يقول أخي الحبيب وقليل من عبادي الشكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين صدق إبليس ظنه عندما قال لأغوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فصدق إبليس ظنه فاتبعوه للأسف اليوم الغالبية العظمى تتبع إبليس والقلة القليلة هي التي تتبع تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام بدقة فإذن هذه الصفات الثلاثة الصدق والأمانة والوفاء بالعهد تخرجك من دائرة النفاق إذن أنت خرجت من قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الآن الصفات الثلاثة التالية ما هي واحفظوا فروجكم لأن شهوة الإنسان وغريزته تؤدي به إلى الهلاك وللأسف من يستسهل الفاحشة يدمن عليها فتنسيه الله تنسيه الآخرة تنسيه ذكر الله الله تعالى يقول استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ولا ياذب الله فالشيطان عندما يستولي على إنسان أول ما يحرض فيه الشهوات لأن الفاحشة أخي الحبيب أول شيء تشغلك عن الله وتحضر الشيطان بقربك يعني إنسان ينظر إلى ما حرم الله خلال موبايل أو غير ذلك ثق تماما أن الشيطان يكون معك في هذه المناسبة الملائكة تهرب إذا كانت الملائكة يا أخي الحبيب حسب نص النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة صورة يعني بمعنى تمثال وبيت فيه كلب لا تدخلون طب الكلب أقل بكثير من الفاحشة فكيف الإنسان أن ينظر إلى ما حرم الله من هذه الفواحش ويريد الملائكة أن تبقى لا الملائكة تهرب فورا لذلك كل من ابتلاه الله بفاحشة أو حب النظر إلى النساء بالحرام وكذا يجب أن يضع في دماغه أنه بمجرد أن فتح الموبايل على شيء حرمه الله فورا الملائكة تهرب والشياطين تحضر فمما أن الشيطان حضر الشيطان يريد أن يستحوذ عليك الشيطان أخي الحبيب يريد أن يستحوذ عليك وبالتالي ينسيك ذكر الله فإذا أنساك ذكر الله سوف تتعمق وتغمس نفسك أكثر بالمعصية ستصبح مثل إنسان في مستنقع كلما تحرك غرق أكثر فلذلك أن تحفظ فرجك هذا أمر هو أحد مفاتيح دخول الجنة الأمر الخامس وغضوا أبصاركم وغضوا أبصاركم لأن البصر حقيقة أيضا يهلك صاحبه وليس اللسان فقط لأنك عندما تنظر إلى ما حرم الله وتدمن النظر فإن الدماغ يستجيب والإنسان يستسهل فعل الفاحشة إذا أطال النظر إليها وغض البصر هنا يعني أيضا عدم التجسس غض البصر يعني عدم النظر إلى امرأة متبرجة مثلا ولو كان عن طريق الإنترنت هذا الأمر يخالف قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون فغض البصر أيضا من أحد مفاتيح الجنة الستة التي ضمنها النبي لنا إذا طبقناها إن شاء الله القضية الأخيرة وكفوا أيديكم هذه واسعة جدا تكف يدك عن أكل الحرم هذا كف يد مبلغ من المال فيه شبهة فيه ربا أنت كففت يدك أبعدت يدك عنه إذا نجوت تكف يدك عن أن تأكل أموال الناس بالباطل تكف يدك أن تغش في تجارتك وتأخذ هذا المال الحرم تكف يدك عن الناس عن جيرانك عن أقربائك عن زوجتك عن أولادك وهنا كفوا أيديكم لا تعني أن لا تضرب أحدا مثلا لا أن تكف نفسك وتعف نفسك عن طلب الرزق الحرام هذا كف لليد أن تكف يدك عن أذى الناس ولو بكلمة هذا كف كفوا أيديكم وبالتالي هذه الأمور الستة أخي الحبيب تخيل الآن تخيل أنك طبقتها الآن تخيل أنك طبقت هذه الأمور الستة كم سيكتس كم ستكون حياتك مختلفة كم ستشعر بالرضى عن نفسك عن سلوكك دائما الكذاب لا يطمئن الذي يؤذي الناس لا يطمئن الذي ينظر إلى مقاطع عباحية لا يطمئن تجده قلق يعاني من قلق والذين يمارسون هذه الأشياء هم يعلمون هذا دائما يشعر بالقلق تطبيق هذه الأمور الستة يجعلك أكثر هدوءا واستقرارا ويجعلك تتخلص من عقدة الذنب هذا في الدنيا في الآخرة أنت ضمنت الجنة إن شاء الله ما رأيكم إذن دعوني أعيد قراءة هذا الحديث الشريف عسى أن نستفيد منه وأن نكون جميعا إن شاء الله من أهل الجنة قال عليه الصلاة والسلام اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اتمنتم واحفظوا فرجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم والله هذا الحديث هو كنز مريح جدا وأنا أعجب في نهاية هذا اللقاء أخي الحبيب من إنسان يقول نحن لسنا بحاجة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام طيب هذا فيه بشرة لي أنا كمؤمن أنا أرتاح عندما أسمع هذا الحديث صحيح أن المعلومات موجودة في القرآن هي هي يعني النبي لم يأتي بشيء من تلقاء نفسه على فكرة النبي فقط يبين لنا ما جاء في القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم فالنبي عليه الصلاة والسلام مهمته أن يبين ويشرح ويحبب الآخر لنا يحبب لنا الجنة فمثل هذا الحديث بحرفيته لا نجده في القرآن ولكن كل معانيه موجودة في القرآن وقرأناها يعني الأمر بالصدق أنهي عن الكذب الأمانة أدوا الأمانات إلى أهلها صدق الموعد سيدنا إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي مدحه الله أنه كان صادق الوعد احفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم كفوا أيديكم آيات كثيرة تمنعنا من الربا من أذى الناس وقولوا للناس يحسن كل هذا الكلام موجود في القرآن ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعطانا صياغة تفرح قلب المؤمن يعني أنا إذا حققت هذه الأمور الستة أضمن الجنة إن شاء الله بالإضافة طبعا لأركان الإيمان وأركان الإسلام الأمور السابتة هذه أمور سلوكية لذلك هذه دعوة من النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يدعوك أخي الحبيب أن تغير سلوكك منذ هذه اللحظة إذا كان فيك خصلا من هذه الخصال السيئة تخلى عنها فورا لأنها قد تقودك إلى النفاق وإلى الدرك الأسفل من النار وليه أذو بالله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الصادقين وأن يعيننا على تطبيق هذا الحديث الشريف لنضمن دخول الجنة جميعا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق